اشتركوا في القناة وهو مكسب حقيقي لفتح افاق جديدة في العلاقات مع مؤسسات ومراكز عريقة دوليا خصوصا وانها جاءت على اعلى مستوى قيادي دولي مضيفا ان زيارة سموه للبحرين عموما تجسد رغبة بريطانيا وحرصها على التواصل البناء على اعلى المستويات وضمان استمرارية البعد العميق لهذه العلاقة وقد جرى خلال الزيارة استعراض جوانب مضيئة من العلاقات التاريخية والثقافية العريقة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة فضلا عما حققته البحرين من انجازات في اطار تعزيز قيم التسامح والسلام الذي تعود جذوره الى اكثر من مئة عام من تاريخ البحرين كما التقى سموه بنواب الرئيس واعضاء مجلس امناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي حيث اعرب سمو الامير اندرو عن اعجابه البالغ بما تمتاز به مملكة البحرين من ثراء وتنوع ثقافي واجتماعي وعقائدي وديني وعرقي الامر الذي يؤهلها لتكون مثالا يحتذا به ومركزا عالميا لنشر ثقافة الانفتاح والتنوع والسلام والانسانية على نطاق واسع في الواقع يعني مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يعكس هذه العلاقات اولا يعني علاقتنا نحن في الحقيقة مع صاحب السموه الملكي الامير شارلز يعتبر او تعتبر هذه الزيارة وهذه العلاقة علاقة وطيدة وقديمة جل هذه العلاقة في الحقيقة تلك التي انعكست من خلال طبعا علاقة جات الملك حفظه الله بكل هذه الشخصيات العالمية التي تدعم موقف البحرين وتدعم موقف المركز الملكي حمد يعني وبالتالي زيادة الامير اندرو ايضا في الحقيقة تعطي الدفعة وتعطي تشجيع على المستوى المحلي والدولي يعني الان يكفي باننا في جميع وسائل الاعلام الانجينزية ستسمع بمركز الملكي حمد وهذا يكفي في الحقيقة لكي يعكس اهمية المركز ودوره والكثير طبعا سيسأل عن هذا الدور المهم وسيعرف ما هو واقع البحرين التسامحي الذي نعيشه منذ سنين طويلة يعني منذ عشرات السنين او مئات السنين في الحقيقة اعتقد ان اليوم هي ثاني زيارة اللي وفد من الخارج سمو الامير اليوم حضر لمركز الملك حمد العالم للتعايش السلمي اعتقد ان هذه بيعكس صورة جميلة عن البحرين صورة الاطياف المجتمع البحريني سواء باختلاف يعني اديانهم مذهبهم ثقافاتهم حتى الافقار اعتقد ان اليوم الزيارة اثبتت ان المجتمع البحريني هو مجتمع متجانس متعايش يحن الى السلام العالمي اشتركوا في القناة